تسع سنوات مضت ولا تزال معاناة متضرر كارثة فيضانات حضر موت 2008 مستمرة حيث تفاقمت معاناتهم بعد ان ضرب عصارة شابالة وميق السواحل اليمنية وخلف اضرارا كبيرة في البنية التحتية وممتلكات المواطنين بالرغم من عدم تعافيهم من كارثة اكتوبر 2008 حضر موت كانت كبرى المناطق تأثرا بالفيضانات فقد تسببت الفيضانات بكارثة انسانية وبيئية لم تشهد لها المنطقة مثيل وهو ما استدعى الدول الشقيقة بتقديم المساعدات وكان ابرزها منحة الشيخ خليفة بن زايد لبنى مساكن للأسر المتضررة لم يرى النور ذلك المشروع نتية للتعثرات العديدة التي واجهته وكان اهمها تعثر بنا ما يزيد عن 50 منزلا بمنطقة القوز الواقعة شرق مدينة تريم نحن الآن لازمنا بعد السنوات الطوال هذه ونحن من دون معوى هذه تم بناء بعض البيوت التي ترونها امامكم ما يضارب 33 بيت ولكن المتبقية تم التعثر فيها وعدم بنائها في الناحية الاخرى قاموا بردم الارض وكبسها ولكن يا الاهالي اصلا هذه الارض طبعا تبع بعض الاهالي ويريدون تعويض عن تلك الارض فالدولة لم تقصهم شيء فرفضوا البناء فيها نحن الآن ما يقارب التسع سنوات ونحن مشردون نعتبر اهالي القوز المنطقة حقنا هنا كلها بكاملها انتهت عن بقرة ابيها وتظل المخططات الاخرى لمشروع خليفة السكني بحضر موت متعثرة وناقصة بالرغم من تسليم البعض منها للمواطنين مع وجود جزء بسيط من البنية التحتية وانعدامها في البعض الاخر وهو ما رفضه المواطنون بأن يسكنوا في بيوت خالية من اساسيات الحياة مثل الكهرباء والماء نحن من 2008 نحن نعاني من بنية التحتية من ناحية المجاري ومن ناحية الطرقات وكذلك من الشوارع لا زالت أنت تنظر الآن إلى هذه الشوارع لا زالت يعني ليست مثل ما يتكلمون أنها أجزاء حزاس وبالرغم من المطالب الملحة للمواطنين باستكمال البنية التحتية للمدن السكنية التي تحتاج إلى العديد من المشاريع الهامة كبناء للمدارس والمساجد وتوصيل مياه الشرب الصالحة وبناء الأسوار على المساكن وتمهيد الطرقات وسفلتتها لا زالت معاناة متضرية فيضانات 2008 مستمرة تعثر كبير في البنية التحتية لهذه المدينة السكنية حداد مسعد قناة بلقيس تريم حضر موت